بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلباء سنة ثانية ثاناوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات يوم اخترتكم تمرين هي يعني فيها أفكار تمرين هو على الدول نطبق عليه الدالة إذن تمرين يقول حقل مستطيب طوله 8 متر وعرضه 4 أمتار أرد فلاح أن يجعل في هذا الحقل مزرعتين مربعتين في زاويتين متعاكستين من المستطيب هذا هو الشكل إذن حقل مربع الشكل ABCD طوله 8 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر إذن أرد الفلاح أن يجعل مزرعتين مربعتين في زاويتين متعاكستين إذن هذين المربعين هما هذين المربعين المربع الأول هو A E F G المربع الثاني هو E G هذا المربع E G C K إذن يقول السؤال كيف يمكن تقسيم المزرعتين حتى تكون المساحة المساحة الشكل المتبقي أكبر مساحة ممكنة أولاً لازم نفهم السؤال السؤال ماذا يطلب يطلب مننا كيف نقسم المزرعتين يعني المزرعة الأولى اللي هي تبهوا معي هذه المزرعة الصغيرة اللي هي A E F G المزرعة الثانية هي E G C K كيف نقسمها حتى تكون المساحة المتبقية أين هي المساحة المتبقية هي كل هذه المساحة لاحظوا معي كل هذه المساحة اللي رح أدرتها لكم باللون الأخضر يعني كيف رح يقسم المزرعتين كي يكون هذه المساحة المتبقية أكبر مساحة ممكنة هنا وش رح نستعمل أولاً ملاحظة فقط أنا حبيت تحبسوا الفيديو في هذا المستوى وتحاولوا فيه ثم تولوا للحل إذا نبدأ على بركة الله في الحل إذن أول شي وش رح ندير رح نفرض أن A E الطول A E هو X يعني نكتب المعطيات على الشكل إذا كان عندي المزرعتين وربعتين يعني الأطوال متساوية يعني A G تساوي X A F E F تساوي X و J F تساوي X هذه أول شي وش رح نديرها في الشكل ثاني شي لاحظوا معي هنا هنا عندي X لاحظت أن B G هو X إذن كم يساوي G C G C رح تنتبهوا هنا وش يساوي G C رح يساوي لأربعة ناقص X لماذا؟ لأن B G هو X إذن الطول G C هو أربعة ناقص X وك C هو أيضا أربعة ناقص X لماذا؟ لأن عندي مربح هذا أول شي ثاني شي إذن إذن كي نحسب أكبر مساحة ممكنة للشكل المتبقي لازم أولا نلقى ما هي المساحة المتبقية من الشكل؟ نلاحظ أن كم تساوي المساحة المتبقية من الشكل؟ هي ممكن طريقتين طريقة الأولى أولا نحسب مساحة المستطيل ناقص مساحة المربع واحد مثلا نسميه هنا مربع واحد ناقص زائد مربع ثم يعني المساحة الإجمالية ناقص المساحتين أو ناقص مجموع المساحتين هذه طريقة أو طريقة ثانية ممكن ندير خطط متقطعة هنا إذن طريقة ثانية هي مساحة هذا المستطيل لهو X وهنا 8 ناقص X ناقص X يعني طول من E لهو 8 ناقص X زائد مساحة المستطيل لهو من G ل E يعني المستطيل G E ك D هنا أيضا D K هو هنا 4 ناقص X إذن D ماذا يساوي رح يساوي 8 ناقص 4 ناقص X يعني 8 طول الإجمالين ناقص له 8 ناقص 4 4 ناقص X أتمنى فقط أن يكون واضح نبدأ الحل إذن أول شي رح نضح نفرض أن A E يساوي X مع X أين ينتمي رح ينتمي إلى المجال من 0 إلى 4 يعني ناخذ طول يعني العرض ما ناخذ طول لأن يمكن ناخذ من 0 8 ولي هنا رح يقول لي عند 5 أو 6 7 رح يقول لي 4 5 أن مثلا 4 ناقص 5 يساوي عدد سالب والأطوال هي كلها موجبة إذن أول شي رح نفرض أن A A يساوي X هذه فقط كمعلومة باش تفهم مش رح نكتب إذن نتابع نتابع إذن فرض أن طول A يساوي X مع X ينتمي إلى 0 4 المجال 0 4 إذن G C يساوي 4 ناقص X ثانيا نفرض أن F X دالة تعي نحب أن دخلها في هذا الوضع هي مساحة الشكل المتبقي إذن مساحة الشكل المتبقي سنستعمل طريقة الأولى وهي مساحة المستطيل ناقص مساحة المربع الأول زائد المربع الثاني المربع الأول اللي هو A E F G زائد مساحة المربع E G سي إذن نبدأ على بركة الله مساحة المستطيل ماذا يساوي نعلم أن مساحة المستطيل هي الطول في الغضب الطول هو ثمانية إذن ثمانية في أربع ناقص مساحة المربع قلنا أن أضلعه A E A يساوي X إذن سيساوي X مربع زائد يعني الظلع في الظلع أما مساحة المربع الثاني قلنا أن يولي الشكل أن أضلعه هو أربع نقص X إذن سيولي أربع نقص X في أربع نقص X إذن اللي هي أربع نقص X الكل مربع إذن نكتب زائد أربع نقص X الكل مربع ثم نبسط هذه العبارة إذن أفلي X ماذا تساوي ثمانية في أربع إثنان وثلاثون ناقص X مربع هنا نستعمل الجداء الشهيرة أربع أربع ناقص X كل مربع مربع أربع وهو 16 زائد 2 في أربعة في إكس ثمانية إكس زائد X مربع نغلق القوس نبسط مرة أخرى إذن X مربع زائد X مربع إذن زائد 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 16 ثم نبسط مرة أخرى 32 ناقص 16 تخرج 16 ندخل ناقص إذن أفلي X تساوي ناقص 2X مربع ناقص 8X زائد 16 أعتذر هنا لاحظوا معي في الجداء الشاهر هنا ناقص 8 وليس زائد 8 هنا ناقص إذن ستولي لي 32 ناقص 16 16 ناقص 2X مربع هنا ناقص ستولي لي كننشط ناقص تولي لي زائد إذن نتابع إذن وصلنا لعبارة أفلي X اللي هي ناقص 2X مربع زائد 8 X زائد 16 إذن قلنا في البداية أن فرضنا أن أفلي X سمينها المساحة الشكل المتبقي بدللة X بعدما فرضنا أن هذه أفلي X هي عبارة مساحة الشكل المتبقي الآن لكي نجيب على السؤال الذي يقول حتى مساحة الشكل المتبقي أكبر مساحة ممكنة هنا سنستندخل القيمة الحدية لف بما أن فرض الدلة تاعي F هي هذه الدلة إذن هنا سنحسب القيمة الحدية لف ولكي نحسب القيمة الحدية لف سنضرس الدلة F على المجال 0 4 إذن نقول أن F دلة معرفة وقابلة للاشتقاق على 0 4 لأن ها كثير حدود من الدرجة الثانية الآن سنحسب الدلة المشتقة وهي مهما يكون X ينتمي إلى 0 4 نحسب اشتقاق F X ماذا تساوي إذن كيف نشتق هنا إذن ستقول 2 في ناقص 2 4 X مشتقة 8 X زائل 8 هي 8 مشتقة 16 هي 0 إذن مشتقة F X هي ناقص 4 X زائل 8 الآن ما علي إلا إنشاء جدول تغييرات قبل ذلك رح نشوف أين تنازم إذن F X تساوي 0 يكافئ منطقيا أن ناقص 4 X زائل 8 تساوي 0 يكافئ منطقيا أن X إذن 4 X نرد الطرف الأيمن يقول لي 4 X يساوي 8 ثانية وبالتالي X يساوي 8 على 4 ويساوي 2 إذن F تحالي X تنعديم عندها X ندير جدول تغيرات لحظوا معي نتابع نتابع إذن نرسم جدول تغيرات الدلة F قلنا أن F هي نقص 4 X زائل 8 إذن أرسم جدول كتبت مجموعة التعريفية 0 4 قلنا أن F تنعديم عند 2 إذن من 0 2 كيف تكون تكون حسب إشارة A لها نقص 4 إذن هنا تكون حسب إشارة A عند 2 4 إذن هنا ستكون سالبة أما من 0 2 ستكون مجبة كيف ذلك سنبين لكم لحظوا معي F X إذا حبينا ندرسها متى تكون أكبر من 0 هذا يكافئ منطقيا أن نقص 4 X زايد 8 أكبر من الصف يكافئ منطقيا أن نقص 4 X أكبر من 8 نقص مع نقص 4 إذن المتبين ستغير من إتجاه تحر إذن تولي X الصغر من 2 إذن متى تكون أفتح ل X مجبة عندما يكون X أقل من 2 وتكون عكس ذلك عند 2 أفضح أتمنى فقط أن يكون واضح نتابع إذن الجدول إذن نرسل إذن قلنا أنها هنا تكون متزايدة إذن السهم يكون للأعلى هكذا ثم تكون متناقصة هكذا الآن نبقى لشيء واحد فقط أني نحسب F F إذن إذن أفل 2 ماذا يساوي لحظ معي نتابع إذن عندي أفل X هي نقص 2 X مربع زي 8 X زي 16 إذن نحسب أفل 2 نعوض X ب 2 إذن نحط للي نقص 2 في 2 مربع زي 8 في 2 زي 16 إذن F للي تساوي نقص 2 في 4 8 زي 8 في 2 16 زي 16 إذن وتساوي 24 إذن قيمة F صورة 2 هي 24 نكتب 24 في الجدول ثم نعود إلى السؤال تانا إذن نلاحظ أن الدالة تقبل قيمة حدية عند X يساوي 2 قيمتها 24 ومن هنا نعود إلى السؤال أكبر مساحة مساحة الشكل المتبقي هي نهضر الآن 24 متر مربع عند X يساوي 2 ما معنى X يساوي 2 يعني G رح يكون منتصف AD ولو الشكل التاعي لحظوا الشكل إذن X تساوي 2 نعلم أن AD هي 4 سمتيمتر إذن G تاعي رح تكون في المنتصف إذن G تاعي رح تكون هنا عند X يساوي 2 إذن G رح تقع في منتصف العرض AD أتمنى فقط أن تكون هذه الوضعية الإدماجية حول الدالة يعني مفهومة للجميع إذن بالتوفيق للجميع وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله لذي لا تضع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته